السلام ربي صاحب وقلوبكم. مجد الأب والابن وروح القدس إله واحد أمين اليوم كلنا نسمع قبل الشعانين يقول سبت ألي عازر وكلنا نعرف أن الرب يسوع قوّم من بين الأموات وقال له ألي عازر قم لا يبين مجد الله لكن نعرف ما عاد صار بألي عازر وكيف مات وين عاش وما صار فيه اليوم اخوتي انا بدي احكي لكم ما عاد صار بألي عازر واللي صار القديس اليوم ألي عازر طبعا هو ولد ببيت عنيا وكلنا منعرف كان هو اخوته اصدقاء واحباب للرب يسوع وتلاميذه بنفس الوقت ويا ما الرب يسوع فاتوا اكل عندهم بالبيت وكان يحبهم كثير وكانوا كثير مؤمنين ومشيين بطريقة جيدة جدا من بعد اخوتي مع الرب يسوع اقاموا من الموت بلش سرا اليهود يخططوا وخصوص القادة المسؤولين لأتله لألي عازر وقولوا اذا قتلنا ألي عازر بتموت قصة من الحقيقة اللي عملها يسوع مشان هيك صار يحرب من منطقة لمنطقة الى ان صار صلب الرب يسوع موت الرب وقيامة الرب يسوع من بين الاموات وظل المسيحيين يهربوا يتخبوا الى ان استشهد استفانوس هون يخاف كتير وهرب بمركب وراح على ابرص بلارنكا عاش هونيكا ومن بعد ما قوموا الرب يسوع من الاموات عاش ثلاثين سنة وكلها كانت بأبرص تلاقى هونيكا بالرسول حبيب قلبنا ماربولوس وبرنابا والبعض بيقولوا كمان انه تلاقى بمربوتروس انما الرسل وهيدا اللي معروف رسموه هونيكا كأسقف على هيد المدينة يعني صار هو مسؤول عن جزيرة ابرص عاش هونيكا بشر صلى صار عنده كتير تلميذ بنى الكنيسة بلارنكا على فكرة كتدرائية كتير حلوة بعدها موجودة بقلب لارنكا على اسمه تحمل اسم القديس علي عازر بلارنكا بس الامر اللي بينقالي اخوتي انه ثلاثين سنة عاش من بعد ما ايام الرب يسوع من بين الاموات عاشها حزين ما حدا مننا بيعرف ابدا شو صار بالاربع تيام اللي هو كان ميت فيهم بس هو بيقول او يقال يعني مشان نكون واضحين اكتر يقال انه بيخبره عنه انه الاربع تيام اللي قضاها بالموت اللي عازر شاف فيها الجحيم وشاف صور كتير 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 بشعة عن الخطأ اللي بيموتوا شاف الاماكن المظلمة الاماكن البشعة كتير مشان هيكن بعد ما اقام من بين الاموات ضل حزين وضل يقول للناس لو ام مصيركم بدو يموت لو ام مصيركم بدو يكون اذا كنتوا خطأوا واذا عابت عيشوا ضد الرب واذا عابت حاربوا ياسوع يا من تحاربونا ياسوع يا من تحاربونا الرب كتير مقساوية وبشعة مصيركم بشعة مصيركم هو اللي قاعد بس اربعة ايام ورجع عاش تلاتين سنة ما قادر ينصل لحظة بحياته قداش كانت المناظر قليمة وبشعة بيوم من الايام الاعجوب الكبير اللي عملها بالارنكا كان مارق وعب يبشر بالرب ياسوع وعطش بيمرق من حد كرم عنب كتير حلو او كتير منظر وحلو يعني وكبير بتكون السيد اللي هونيك المسؤولة قاعدة عبتدير بالع على الشغيل وعبتشوف فبيتطلع بيقول له الله يبارج تعطيني عنقود عنب لانه انا كتير عطشان بتطلع فيه بلأمني وشيطني هاي دي الامرأة وبتقول له العنب اللي عنا ما بيعطي إلا ملح هاي دول ملحين رح يزيد عطشك بلا ما تاخد عنقود ما بنقضيك عنقود لانه ملحين بيطرح ملح واتضحكت ما بدي تعطيه خبيسة وشريرة بكل محبه هو وطبعا بحزن بإلا الله يبارك بالكرم اللي عندك وان شاء الله عطول بتظل يعطي على قد نيتك والملح اللي عبتطرحه بيطرحه بيزيد اكتر الملح وبيعطيك اكتر ملحا إذا هالقد مبسوطة بالملح قبل ما تخطئ جريه برات هيدا الكرم الكرم بيتحول كليات وهونيك العنب ملح فعلا ويروى انه بعد هيدا المنطقة بالارنكة لهلأ بيشيلوا منه اجود انواع الملح نصدق او ما نصدق بيشيلوا اجود انواع الملح في ملحات هونيكة وهيدا الكرم بعده بيطلع اجود انواع الملح فيه فبيطرح ملح الكنيسة اللي بالارنكة بتعتبر انه من الكنائس الجميلة جدا بابروس وطبعا نقل احد الاباطرة نقل كمان بعد من رفاته مش كلها الناس بتقول رفاته كلها ناس بتقول اسم رفاته على مدينة القسطنطنية حتى كمان يتباركوا بروفات القديس علي عازر اللي ضل وفي لحد يوم ما ماته اللي ضل وفي لاسم الرب يسوع ان شاء الله كلنا باول رب ايماننا تنضل اوفياء لرسلتنا سلام رب يسوع معكم بركة القديس علي عازر معكم الى اللقاء